اعتبروها تلك عبقرية لعمر هو قال ان عمر اراد ان يقسم والامام علي قال ابقي هذه الاراضي ثم قال له الامام علي عيش ليكون اهل السواد مادة للمسلمين فتركهم نزولا ان رأي الامام علي طيب انا اخذ الاخثائر من العراق اهلا ومرحبا بك اخثائر تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخثائر تفضل اياكم الله تعالى عندي ثلاثة ثلاثة سألة للاستماحة الدكتور عصام الامام في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لا ان تقول فيك يا علي طوائف من امتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقدت فيك قولا ما تمر بملأ من الناس الا اخذ التراب من تحت قدميك يلتمسون بذلك البركة عندما قال هذا الحديث نلاحظ انه في تفسير القم يقول انه مجموعة قالوا والله ان الهتنا التي نعبدها في الجاهلية افضل والله لعبادة اللاتة والعزة اهونوا من هذا حتى نزل قوله تعالى ولما ضروا ابن مريم اذ قومك منه يصدون وقالوا الهتنا خير ام هو ما ضربوه الا جدلا بل هم قوم الخاصمون هل هذا سماحت الدكتور يدل على ان نظريات واطروحات ابن تيمية كانت موجودة من ذلك العصر وان الذي اسس اساس ذلك والنظريات لابن تيمية هم الاوائل من القوم هؤلاء الذين وقفوا بوجه امير الممين عليه السلام سماحت الدكتوري السؤال الثاني الذي اطرح نفسه عندما نقرأ في نهج البلاغة في احد مقاطع لخطب امير الممين عليه السلام يقول اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منه منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الصالح في بلادك فيا من المظلومين من عبادك وتقام المعطلة من حدودك هذا يدل على نقاط عديدة على الذين حكموا قبله انهم تنافسوا في السلطان وانهم التمسوا الحطام وغيروا معالم الدين وهو يريد ان يريد تلك المعالم وانهم اظهروا الفساد وهو يريد الاصلاح وخاصة ما ذكره الاخد وريد قبل ذلك من انه كيف انه فضل في العطاء عمر وكيف فضل في العطاء عثمان المسألة الاخيرة فضيلة الشيخ طبعا هناك نظريات عجيبة غريبة انه حب القاتل والمقتول فالامام علي عليه السلام نوجه لمن يدعي حب علي بنبي طالب عليه السلام هذه الرواية التي وردت انه دخل في يوم من الايام رجل على امير المؤمنين عليه السلام وقال له اني احبك واحب فلانا وهو احد اعدائه فقال اما الان فانت اعور فاما ان تعمى واما ان تبصر اما الان فانت اعور فاما ان تعمى واما ان تبصر جعنا الله واياك من اهل البصيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لك اخفار على هذه المشاركة الطيبة فالدكتور يعني لست أدري هل نكمل جواب السؤال ام نأخذ الاجابة على اسئلة الاخ الاستاذ ثائر من العراق نعم انا اعلق فقط على بعض الامور التي طرحها اتفضل انا اريد اقول اولا انه اه يجب ان نلتفت الى نقطة معينة انه احيانا فهمنا اه للقضية هي تلعب دور في فهم الرواية اتذكر انه اه كنت انا اتعجب كثير حينما كنت وهابيا روايات اه قضية تشبيه الامام علي في فرط بدابة الارض هذه روايات موجودة في كتب اهل السنة وفي كتب الشيعة موجودة عند في مناقب الامام علي عند السنة وعند الشيعة وفعلا الانسان يستغرب من هذا الكلام ولكن حقيقة عندما قرأت كلام بعض العارفين من اهل السنة ليس كلام الشيعة اذا عرف السبب بضل عجب قال بعض العارفين من اهل السنة اما تشبيه وهذا لم اقرأ في كتب الشيعة في كتب اهل السنة اما تشبيه الرسول في كتب اهل السنة للامام علي بدابة الارض فهذا تشبيه عظيم ليس لانه والعياذ بالله ان الامام علي مثل دابة الارض ولكن لان دابة الارض هي من خصيصتها في روايات الرسول العظام انها تكون فتنة وهذا باجماع المسلمين وانه من خلالها يمتحم بها الخلق يمتحم بها الخلق ويميز فيها المؤمن من الضالب بين المؤمن من المسلم بين المؤمن من الكافر قال والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في احاديث كثيرة جعل الامام علي وكل اهل البيت فتنة والدليل على ذلك انه وصفهم بالثقل والثقل المعنى النهائي يعني الفتنة لماذا لانه ثقيل على النفس والثقيل على النفس لاداءه تحتاج الى ترديد ونوع من الفتنة لذلك امتحن الله الامة بالامام علي من خلال مشايخ أسرم من خلال في الصفين ثم امتحنهم في في معركة الجمل من خلال موقف الناكثين وامتحنهم كذلك في معاوية وغيره فالامام علي فالامام علي فتنة من هذه الناحية يمتحن يمتحن بها المسلم المؤمن المخلص وغير المؤمن انا اعتقد هذه هي المسألة لولا ان تقول فيك طوائل نعم انا اعتقد انه هذه الرواية موجودة انا قرأت هذه الرواية اصل الرواية الرواية موجودة عند فرأتها في كتب اهل السنة طبعا قد يقول قائل ان هذه الرواية ضعفها بعض اهل السنة والسلفية ولكن اقول ان اصحاب المناقب مثلا مناقب المغازلي ابن المغازلي الشافعي والحسكاني وان كان هؤلاء يوجد حملة شديدة عليهم ولكنها في الحقيقة حملة مغرضة الغرض منها اسقاط كتب المناقبية التي تحدث عن البيت فهذه الرواية انا وجدت كل من كتب في فضائل اهل البيت ذكر هذه الرواية نعم هو سأل عن ان هناك ان نظريات ابن تيمية كان هناك من يسبقه في بغض الامام امير المؤمنين في النصب العدال الامام امير المؤمنين يعني ابن تيمية والوهابية قد ورثوا هذه الرؤية من سابقين حتى كانوا في زمن الامام امير المؤمنين على ابن ابي طالب وزمن النبي صلى الله عليه وآله هل هذا صحيح؟ لا شك انه كان موجود ولكن الفرق انا اعتقد الفرق بين الامرين ان ابن تيمية نظر يعني حقيقة الادلجة وضع قواعد والاسس والتأسيس والجمع يعني مثلا من اخطاء ابن تيمية انه كل ما قيل في الامام علي كان من الحسن انه كان مفرع وكان لم يكن مجموع في مكان فالجاء جاء ابن تيمية والشيء الجديد الذي سنعه جمع المفرق كل ما قاله النواصب والخوارج في الامام علي كتبه في منهاج السنة وان كان بطريقة ذكية جدا انه احيانا حتى لا يتهم بالنصب سيقول الخوارج ولكن يطرحه بطريقة انا عندما اقرأ وان كانت الوهابية ترفض ان هذا كلام تيمية لكن في الحقيقة انه يرقب القارئ ان يتبنى هذه الارة ان يتبنى رأي الخوارج ومعانا ابن زيم يقول ستقول النواصب ولكن اولا اذا طرح يطرح بسلوب جميل ومنسق ثم لا يجيب على ذلك يجيب شبهات النواصب في الامام علي ولا يجيب عليهم ويجيب كلام الخوارج في الطائم ولا يجيب عليهم يعني حتى هو يصح حديث الخوارج في قتلهم للامام امير المومن هو يقول بانهم استندوا على احاديث صحيحة وهو يقول يعني هو يتصور نفسه من الاشخاص الذين يستطيعون ان يصححون الاحاديث ان يقول بان هذا الحديث لانه يقول هذا دوما ان اهل العلم يصححون هذا الحديث واهل العلم لا يصححون هذا الحديث وهو يقول بأن أحاديث الخوارج في قتلهم لإمام أمير المؤمنين هي أحاديث صحيحة إذن هو يعبر في بعض المرات عن رأيه بصراحة أنه وضع القواعد للنصف استطاع أن يؤسس مدرسة أنا أعتقد لولا ابن تيمية كان ممكن أن جماعة النواصب تمتهي لأنه حقيقة لم يوجد للنواصب شخصية تمتلك ذكاء وعبقرية ابن تيمية ابن تيمية بغض النظر عن اتجاه الفكري كان في منتهى الذكاء وفي منتهى العبقرية ولكن للأسف الشديد أنه استغل حافظته وذكاءه وعبقريةه في خدمة النصب ولذلك هو ساعد على بقاء النصب إلى هذا العصر الحديث لأن أنا أعتقد لولا كتاب منهاج السنة لكانت النصبية مذهب عفا عنه التاريخ إذن فهذه الأفكار طبيعة الحال نحن نجد حتى في زمن رسول الله ليس فقط في زمن الإمام علي نحن نجد في زمن رسول الله روايات كثيرة كان العباس يشتكي للنبي يقول أن كلما دخلت على قوم عم النبي رأيتهم من قريش رأيتهم يسكتون عند وصوله فالعباس عرف أنهم كانوا يتحدثوا في منهاجم وإلا لماذا سكتوا وبعضهم كانوا في زمن رسول الله يقولون أن النسب النبي لا يفيد فالنبي غضب وقال إن نسبي كل نسب وسبب مقطع عصرا إلا نسبي وسببي فإنه باقي إلى يوم القيامة الرسول عندما تكلم عن السب في الحقيقة من سب علي فقد سبني ليس لأنه يريد أن يتحدث عن واقع تاريخية فقط ستقع في زمن معاوية لأن الإمام علي سب في زمن الرسول كما في حديث بريدة وهذا حديث صحيح صحيح حتى في مقاطع منه الإمام الألباني في تعليق على المشكاه للخطيب التبريزي وفي صحيح صحيح الترمذي للإمام الألباني عندما بريدة يقول في سفره مع خالد الوليد إلى اليمن أننا سبينا الإمام علي وطعنا في الإمام علي وتكلمنا عليه فجاء إلى الرسول وقالوا له أنه أخذ من الخمس جارية فالرسول قال لهم أن للإمام علي نصيب أكثر من الخمس من هذا وأنه هو وليكم وولي كل من بعدي إذن فقضية النصب والعداء لأهل البيت هي قضية بدأت في زمن الإمام علي حتى عندما نبحث في أسباب ورود الحديث النبوي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك كان النبي لا يتحدث بشيء إلا عن سبب كما أن القرآن لا ينزل لا بسبب كان هناك من يبغض الإمام علي هذه هي أغضبت النبي صلى الله عليه ولذلك نحن نقول أن هذه اللواية التي ذكرها الأختائر إذا كان في زمن الإمام علي بدأت حركة النصب فلنقول أن حركة النصب بدأت في زمن النبي الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم طيب بالنسبة إلى السؤال الثاني الذي ذكره عندما جاء على أنه جاء في نهج الولاة اللهم أنك تعلم إلى هذا أشار إلى أن كان هناك تنافس في السلطان حتى بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام أمير المؤمنين قال بأنني جئت لكي أصلح ما تم إفساده خلال هذه الفترة التي سبقتني هل في هذا الحديث دلالة؟ نعم لا أعتقد أن مسألة الفساد في زمن الخلفاء الثلاثة حسب اعتقاد الكمام عليه هي من الأمور المتواترة المسلمة ولكنهم هؤلاء ليس فقط يريدون أن يقولون لا يوجد فساد في زمن الخلفاء الثلاثة بل هم يرون أنه لا يوجد فساد في زمن معاوية وفي زمن يزيد هؤلاء في الحقيقة يتعصمون للتاريخ القديم لمجرد أنه تاريخ قديم وهذه كانت عقيدة لأنني ما كنت وهابي يعني المسلم من المسلمات الروائية والتاريخية عند السلف وعند الوهابية أن الإمام علي كان سيكون خليفة المسلمين بعد أمام الخطأ وأن لو كان رضي بسيرات الشيخي وأنه عرض عليها عبد الرحمن بن عوف أن يكون خليفة المسلمين قبل أن يعني عثمان ولكن قال بشرط سيرة الشيخين فالإمام علي لو كان لا يعرف أن في سيرة الشيخين أخطاء كثيرة لما فضل أن يترك الخلافة ويعرف أنها ستصل لعثمان ومن عثمان لا معاوية ولكن بلغ خطأ في زمن الخليفتين من المستوى مما جعل إمام علي يقبل بأن يصل الحكم إلى عثمان ثم إلى معاوية ولا يعطي شرعية لخلافة الخليفة هذه قضية مسلمة يعني من المسلمات التاريخية وأنا نفسي حقيقة أنا أعتقد أنه لماذا نحن حينما كنا وهابيا كنا ننظر الإمام علي بنظرة سلبية والله الذي لا إله إلا هو بحق من أنزل القرآن وبحق من بعث الأنبياء أننا ما كنا ننظر إلى الإمام علي بنظرة سلبية إلا بسبب موقف من الشيخين يعني أنا أستغرب ابن تيميا لماذا يكره الإمام علي لأنه يرى بأنه لم يعطي الشيخين حقهم إذن نحن نقول لماذا وجد الناس أسرع إذا كان هناك علاقة حميمة بين الشيخين فلماذا أنتم تكرهون الإمام علي أصلا أني أعتقد أولا نحن نكره الإمام علي لأنه تردد في بيعات الشيخ ستة أشهر في بيعات أبي بكر نكره الإمام علي لأنه رفض سيرة الشيخين نكره الإمام علي لأنه خالف الشيخين في أمور كثيرة نكره الإمام علي لأنه انتقد عثمان في كثير من كلامه وفي كثير من سيرته نكره الإمام علي لأنه كان يرى نفسه أنه أفضل من البشايخ الثلاثة ذكرها الإمام علي إذن أنا أتقد أن من أسباب وجود الفرق بين النموذج السني والنموذج الوهابي في التعاون مع الإمام علي هو أنهم يرون ولكنهم الآن هم يريدون حقيقة مسألة فقط جانب تبليغي ليس جانب علمي هم يقولون أننا نريد أن نؤثر على الشيعة في العالم الإسلامي حتى نقول لهم ليس كما يزعم الرافضة ويأتون بقصص عجيبة جدا تصور ليس فقط العلاقة الحميمة بين أبي بكر وعمر بل بين معاوية وبين الإمام علي يعني يصورون أن معاوية والإمام علي كان بينهم محبة ومودة وكان بين بني أمية حتى أن بعض السلفيين كتب كتاب التزاوج والعلاقة الأخوية بين بني أمية وبين أهل البيت وغدا سنرى أنهم سيكتبون علاقات بين السفاح العباسي وبين أهل بيت النبوة وبعد في المستقبل سيكتبون العلاقة بين السوفياني وبين المهدي ما دام أن القضية بهذا صارت بهذه السطحية وبهذه السذاجة فليكتبوا ما يكتبوا فضي دكتور دقيقة لنهاية دعائكم ودعوتكم للذين يريدون أن يبحثون في كتب أهل السنة وفي كتب الوهابية أنا أطالب أخواني الوهابية أن يبعدوا الحاجز بينهم وبين القندوزي يا رابع المودة يبعدوا الحاجز بينكم وبين الحسكاني الآن الحسكاني أصبح كأنه بعبع مخيف مع أنه حافظ الحافظ الحسكاني إذا قلت الواحد وهابي اقرأ كتاب الملاقب للحسكاني السني يقول والله يا ذو الله هذا مع أنه سني ومعروف في ترجمته اقرأوا كتاب الفصول المهمة في معرفة العمى لابن الصباغ المالكي اقرأوا كتاب تذكرة الخواص لصوت ابن الجوزي اقرأوا كتاب المناقب أهل البيت وخصائص الإمام علي للإمام النسئي اقرأوا اكسروا هذه الحواجز مناقب أهل البيت في الحاكم النسابوري أنتم مشكلتكم أنكم تتصورون أن هناك مؤامرة سنية وأن قراءة كتب المناقب لأهل السنة ستؤدي إلى دخول التشيع أنا أقول اتركوا التشيع اقرأوا مناقب أهل البيت وابقوا يعني كما أن الإمام الحسكاني لم يتشيع ابقوا على منهج الحسكاني ابقوا على منهج الإمام الحاكم النسابوري ولكن يعرفوا أن هناك وهابيون يحاولون أن يقولوا بأنهم هم أهل السنة ولكنهم يكذبون من خلال هذه الكتب أنتم أشبتم قرابة الخمسين كتاب أنت جئت على أسمائها وذكرت بعض المقاطع منها ما يدل على أن كلام الوهابية كلام يخالف الواقع ويباين وهناك بون شاسع بينهم وبين رأي أهل السنة والجماعة فضي الدكتور أشكرك شكرا جزيلا انتهى وقت البرنامج وعلى أمل إن شاء الله أن نلتقيكم إن شاء الله بإذن الله في يوم الأربعاء المقبل شكرا جزيلا